بعد وصوله إلى الرياض أولى محطات جولته الخارجية من المقرر أن يلتقي العباد كبار المسؤولين السعوديين لبحث تنسيق المواقف إزاءة تحديات التي تعصف بالمنطقة لسيما الحرب على الإرهاب وكان على رأس مستقبلي العباد لدى وصوله الرياض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف حيث أجريت مراسم الاستقبال في مطار الملك عبد العزيز ويرافق العباد وفد الرفيع أن يضم وزراء خارجية والداخلية والعمل والزراعة والتخطيط وممثلين عن الهيئات المستقلة وتأتي زيارة العباد للسعودية في إطار جولة خارجية تشمل بعد المملكة إيران والكويت وذلك لبحث أوضاع المنطقة ومسجدات معركة الموصل والانتصارات التي حققتها القوات العراقية في معركتها ضد داعش